هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية اشتركوا في القناة ويأتيكم برعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة موضوعنا في هذه الحلقة عن الحج الصحي والامن نتعرف على البطاقة التعريفية لضيف الحلقة ثم نعود اليكم فابقوا معنا تدخين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة حاصل على بوكلوريس طب والجراحة من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز الزمالة العربية في طب المجتمع الزمالة السعودية في الطب الوقائي والصحة العامة دبلو من علاج المعرف السلوكي عودة من جديد أعزائي المشاهدين يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج عن طريق الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة حياك الله دكتور خالد حين اليوم سيدين دكتور بيحضورك معنا وتلبيتك الدعوة الله يسلمك ويبارك فيك وندعو الله أن يجعل هذا الحج حج مبرورا وسعي مشكورا وذنب مغفورا بإذن الله تعالى طبعا دكتور نخترى موضوعنا اليوم انطلاقا من أهمية التوعية الصحية في الحج وأسأل الله سبحانه أنه يبارك في الجهود جهود الدولة في تلبية احتياجات الحجاج وتوفير الأمن وكل ما يحتاج الحاج وضيف بيت الله الحرام بداية دكتور نحن نتكلم اليوم عن الحج الصحي والآمن هو حقيقة موضوع مهم جدا خصوصا أن نحن خلاص على الأبواب مع بداية الحج فبداية دكتور كسؤال مفتاحي عشان ندخل في محاور حلقة مختلفة دكتور هل تجربة الحج ما بين الحاضر وما بين اليوم والمستقبل كان في فرق بينها شزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حقيقة يعني رحلة الحج هي من أأمن الرحلات الموجودة على وجه الأرض لأسباب كثيرة منها يعني قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنة ولذلك يعني دعوة إبراهيم عليه السلام رب يجعل هذا بلداً آمنة الحاج المفترض عندما ينوي النية فهو سيأتي إلى أأمن مكان على وجه الأرض فليس هناك مجال لمسألة الخوف والهلأ وما يبث في وسائل الإعلام هذا من يعني كأنه قدر لهذه المنطقة مسألة الماضي والحاضر أنا لا أتكلم عن زمن غيرنا بل أتكلم على زمننا ربما يعني بداية مشاركاتي في الحج كانت كنت طبيباً للكشافة ماشا الله وهذا الكلام قبل ما يقارب الثلاثين عام ماشا الله ويعني كنا في ربوة الحضار وكان يعني سبحان الله يعني الحج في تلك الفترة قائم على يمكن جهود المطوفين ويعني كانت الخدمات على قدر الإمكانات في ذاك الوقت حصلت أحداث مما جعل الخدمات في الحج تتغيّع يعني على سبيل المثال حصل في عام 1414 حادثة الإزدحام والدهس فحلت المشكلة حلاً جذرياً بفضل الله ثم بفضل جهود حكومتنا الرشيدة جزاهم الله خير بتغيير تصميم الجمارات ووضعت أدوار متعددة وانتهت المشكلة من جذورها كان في أحد السنوات حادثة حريق تسببت يعني ربما في وفيات وفي تعطيل بعض مصالح الحج مما يعني أعيدت بناء من جميعها بمخيمات غير قابلة للإشتعاد حصلت مشكلة في زمزم أنه إذاعة البي بي سي اتهمت أنه في زمزم بعض المواد الكيميائية الخطرة فقام مشروع الملك عبد الله وممتد إلى آهد خادم الحرمين حفظه الله لسقاية الحجاج بمشروع زمزم الذي يحافظ على مكونات زمزم وأن يكون نقياً ويمكن نقله إلى بلدان العالم آمناً فحقيقة أن نستطيع أن نقول أن الحج في الماضي كانت القدمات بسيطة ومتواضعة لكن لم يكن هناك خوفاً لدى الحجاج ويبدو أن وسائل الإعلام كانت بعيدة عنه الآن الأمور يعني ولله الحمد يعني آمنة ووسائل يعني السلامة موجودة والصحة والتطعيمات إلا أنه في بعض الأحيان يأتي دعايات تجعل الحاج في موطن خوف فنحن من هذا المنبر نطمن الحجاج أنكم قادمين على مكان قال الله عز وجل فيه واذجعلنا البيت مثابة للناس وأمنة فأنتم ستأتون إلى أمن مكان على وجه الأرض طبعاً يعني القدمات الطبية تطورت وأصبحت هناك مستشفيات ويخدم الحاج وينقل أيضاً إلى يعني من موقعه إلى المستشفيات إذا كان يحتاج إلى بعض الإجراءات مثل غسيلة الكلا ويكمل حجه كاملاً حتى لو أغمي عليه في فترة يتم علاجه ويأخذ إلى عرفة وينقل بإذن الله تعالى ويكمل نسكه كاملاً بإذن الله تعالى أستطيع أقول أن الخدمات الصحية يعني إن شاء الله تعالى أنها على قدر حسن الظن ويعني موفية لمتطلبات الحجاج ولكن يظل الحاج هو المحور الرئيسي فيما يتعلق بصحته وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في المحاولة الأخرى بقي يعني التذكير بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً فسبحان الله يعني هذه الآية تدل على قدم هذا البيت وعلى عظمته وعلى قداسته وعلى أن فيه آيات بينات قيل أن الآيات البينات كلما يتعلق بالحرب يعني مثلاً منها المحافظة على الكائنات الحية لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها زمزم وما أدراك ما زمزم هذا نريد أن نتكلم على حدة فيه إن شاء الله مسجد الخيف الذي صلى فيه سبعين نبي كل هذه آيات بينات تدل على أنك أنت تقدم على منطقة هي يعني من أقدس البقاء على وجه العرض طيب خير دكتور ندخل في موضوع أو في موضوع اللي هو العدوى في الحج نعم أو شايد دكتور ندخل العدوى اللي ممكن تحدث وتنتجر في الحج وكيف يعني الحاج يستطيع أن يقي نفسه منها جميل خلينا نبدأ بداية يعني العدوى هي انتقال مرض من إنسان مريض إلى إنسان صحيح وقد تكون على هيئة فردية أو قد تكون على هيئة جماعية تفشيات أو أوبئة هناك خلط حقيقة فيما يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منها بارك الله فيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة البعض يظن أن هذا الحديث ينفي مسألة العدوى لكن لا يؤخذ الدين مجزة لا بد أن يؤخذ الدين بجميع آياته وحاديثه في الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح وحديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا يدل على أنه لا بد أن نأخذ وسائل يعني الوقاية والاحتياطات من وسائل الوقاية في الأمراض المعدية التطعيمات والتطعيمات هي نعمة من عند الله عز وجل ويعني هي وسائل الوقاية وهي موفرة مجانا وأنا أتمنى حقيقة على المدى البعيد أن تحظى بلادنا بأن تكون مكانا لتصنيع اللقاحات لأننا نعتبر بمثل موسم الحج يجتمع إلينا الناس جميعا وفي نفس الوقت يعني الحمد لله الإمكانيات لدينا متوفرة بفضل الله عز وجل إضافة إلى هذا يعني لدينا المراكز حتى في مسألة تصنيع اللقاح ومنها المركز الملك عبد الله العالمي واللقاحات مختلفة على حسب أنواع الميكروبات منها البكتيري ومنها الفيروسي فعلى سبيل المثال البكتيري مثل الحمى الشوكية الفيروسي مثل كورونا مثل الفلاوينزة الموسمية وكل هذه تحتاج حقيقة إلى يعني أن تكون مناسبة للزمان وأيضا للمكان فهذه أمنية إن شاء الله أنها تصل ومن بشائر الخير أنه خرج قرار أعتقد أنه في بداية رمضان الفائت أنه شكلت لجنة بقرار ملكي لصناعة اللقاحات لدينا على أن يرأس هذه اللجنة وزير الصناعة مع وزير الصحة والرئيس التنفيذي لحية الغذاء والدواء وهذه من بشائر الخير إن شاء الله اللي نقول إن شاء الله أنه تطعيمات الحجاهج مستقبلا سيكون يعني من شاءها من عندنا بإذن الله تعالى طبعا هذه الأمراض معدية ويعني تعتمد على المرض يعني هناك أمراض وبائية خطيرة جدا يعني مثل الطاعون وندعو الله أنه يعني يسلم البلاد والعباد من هذا المرض وهو المرض الذي يعني ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطاعون إذا كان في قرية وأنتم خارجها فلا تدخلوا إليها وإذا كنتم داخلها فلا تخرجوا منها ويعني تصل نسبة الوفيات فيه في بداياته يعني إلى 100% خلال 24 ساعة وهو ما يعرف بالطاعون الأسود الحمد لله لم يسجل من فضل الله عز وجل طبعا الأوبياء الأخرى مثل الحمى الشوكية الحمى الشوكية يعني نسبة الوفيات فيها ما بين 20 إلى 25% وله التطعيم يعني متوفر الحمد لله وأيضا مجانا ويعطي مناعة إلى حتى خمسة سنوات بذل الله تعالى الأمراض الأخرى يعني تعتبر ليست بخطورة هذه الأمراض لأن نسبة الوفيات فيها يعني مثلا كورونا وإن كان هو أفزع العالم ولكن نحن عندما نقيس خطورة الأمراض نحن نقيسها بجانبين التفشي وهو سرعة انتقال المرض وانتشار المرض وأيضا الوفيات فمن فضل الله يعني عندنا في السعودية كورونا لم يتجاوز الـ 1% يعني ربما في بعض الدول وصل إلى 2% والحمد لله هو الآن يعني فيه انحسار وأيضا سجل يعني سجلت وزارة الصحة أنه لا يوجد وفيات لهذا المرض وأنا أقول إن شاء الله تعالى أنه مع وجود الفصل الصيف ونحن داخلين على يعني جولاي الآن أنه إن شاء الله لا يكون له ذكر بإذن الله تعالى بالنسبة للإنفلوز الموسمية دكتور هل يعني مهم للإنسان الطعم نعم إنفلوز الموسمية هي طبعا يعني تطعيمها سنوي ويعني هذا يزيد المناعة ويقلل يعني صابات الجهاز التنفسي العلوي بإذن الله تعالى وهو مرض فيروسي طبعا يعني للأسف أنه كثير من الحجاج يأتي معه بعض المضادات الحيوية أنا الحقيقة أنصح أنه هذا استخدام خاطئ للدواء وأنصح يعني في التهابات الحلق المبدئيات يعني التهابات الفيروسية تمثل 95% فيعني أنصح بعدم حمل المضادات الحيوية معهم ويكفيهم الأدوية البسيطة مثل يعني خافض المسكنات وخافض الحرارة دكتور هل الإجراءات الوقائية التي تفضلت فيها دكتور قبل شوي التطعيمات وغيرها هل فقط موجه للحاج وممكن حتى الممارسين الصحيين برضو يحتاج لهم الممارس الصحي هو في وجه العدوى ولذلك يفضل يعني أن الممارس الصحي يكون محصنا حتى يقوم بدوره العلاجي طوال فترة الحج صحيح أن فترة الحج فترة بسيطة لكنها أيضا فترة يعني قد تكون نسبة العدوى فيها عالية يعني صغر المكان للإزدحام بين الناس اللي ضيق بعض المخيمات لفترة طويلة يعيش الناس فيما بينهم فتكون فرصة لنقل العدوى أكثر من غيرها والكلام برضو دكتور مطبق على كل العاملين في الحج سواء من الكشافة وغيرهم من الموظفين نعم صحيح جميل دكتور هل طب نمط الحياة له دور في الحج؟ طبعا سبحان الله طب نمط الحياة أنا استطيع أقول أنه أفضل نمط للحياة هو حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة الحاج يأتي إلى الحج ويعني هو كان بنمط مختلف وأسلوب حياة مختلف الآن هو جاء للحج متفرغا طائعا يرجو رحمة الله عز وجل يعني الحج مدرسة وهي عبادة جماعية ليست عبادة فردية يعني يحتك الحج وتبدأ تظهر الأخلاقيات ما بين الحجاج الصابر وغير الصابر كثير الجدل وغير الجدل الله عز وجل وضع هذه فمن فرض فيه إلا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني ضم الجدال في الحج كأنه فسوق ولذلك لا بد أن نتحمل بعضنا الحج هو رحمة يعني ولذلك نحن ندعو جميع الحجاج بإخلاء ما في القلوب إن كانت والله يعني أفكار مذهبية سياسية إلى غيره عنصرية تمييز بين الناس هذا في الحج يذوب وينتهي الجميع يأتي بإزار ورداء بيضين لا فرق بين عربين وجميع إلا بالتقوى الرسول صلى الله عليه وسلم في خطمة الوداء يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فهنا يأتي لا بد أن يتثقف الحاج كسر خاطرك للحاج الأخر قد يؤثر على حجك وقد يفسد الحج هذا بالكلام فكيف عندما يكون الأمر فعل عندما يأتي بجوار الحجر الأسواد أو في المطاف ثم يدفع الحجاج وربما قد يفعل بعض الأفعال التي قد تكون تسبب إصابات للحجاج يعني ماذا لن يرمي الجمرات من على بعد مائة متر ويأخذ من الحصى ما هو أكبر من البندق يعني العلماء أو الفقهاء يقولون يعني أكبر من الحمص وأصغر من البندق فهو كأنه ما ينتقل من الشيطان فيرميها فتقع على بعض الحجاج بعضهم يأخذ المظلة وهي المدببة مخضرها من خارج المملكة فيما يبدو لي أنه هناك منع لهذه المدببة لأنها قد تصيب أعين الحجاج فهذه يعني لابد أن تأخذ الحيطة والحذر ليس فقط في إيذاء نفسك بل أيضا في عدم إيذاء الآخرين نمط الحياة يدخل حتى في مسألة النوم يعني بعضهم متعود على السهر وسبحان الله يعني هرمون الميلاتونين يفرز من الغدة الصنوبرية وهذا الهرمون يحتاج إلى ظلام فتجدوا يعني مولع الأنوار وسهران إلى نصف الليل والحجاج جميعهم متضررين هذا حقيقة قد يلحق الضرر بالآخرين يعني الميلاتونين يخفض الكورتزول الذي هو المسؤول عن النشاط وعن رفع ضغط الدم يعني الاستفادة من السكر في الدم وهو المفترض أن لا يفرز الله في الصباح الميلاتونين يشتغل عليك في الليل فهذا قلب الليل نهار وقلب النهار ليل ويعني الله عز وجل يقول واجعلنا الليلة لبأسها واجعلنا النهار معاشا فهذا من نمط الحياة لفرصة أيها الحاج أن تستقل هذه الستة أيام بحيث أنك تجعل نمط حياتك وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما دفع إلى مزدلفة وصل المغرب والعشاء يعني لم يذكر الفقهاء أنه قام الليل بل نام ليش؟ لأنه في اليوم الثاني راح تكون هناك يعني فعاليات هناك يعني طواف الإفاظة رمي الجمرات النحر رسعي الحج كلها أنشطة تحتاج إلى واحد قد يعني أخذ قصته من الراحة هذا النوم يرفع المناعة يعني من نجل يتكلم على الأوبئة والعدوى أنت إذا لم يعني تنم في يعني ليلة عرفة ثم كنت مستيقظا يوم عرفة ثم بعد ذلك دفعت إلى مزدلفة وأنت طول الليل سهران ثم جاءت الأنشطة يبدأ الجسم ينهار والمناعة تضعف وتكون سبب لأخذ العدوى ومن ثم أيضا إلى نقلها إلى الآخرين من يعني لمط الحياة يعني مسألة الغذاء والغذاء في الأوقات التي قد حدد لها وعدم يعني الإفراط ولا نقول جوع نفسك يعني بعضهم يقول لا تأكل اللحم في يعني في الحج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيام منا أيام آكل وشر وذكر لله كل من من ربما أضحيتها كل ولكن يعني وكلوا واشرفوا ولا تسرف فهذا أيضا مبدأ طبعا طب نمط الحياة يعني موضوع كبير ويطول ولكن فرصة للحاج في هذه الأيام الست أن يلتزم بالاستيقاظ المبكر ويلتزم بالنوم المبكر وإذا استطاع أنه يغير نمط حياته في هذه الأيام يعني إن شاء الله تعالى أن تكون فرصة للتغيير لما بعد الحج وإذن الله تعالى أيضا دكتور إضافة على كلامك دكتور المشي بين المشاعر يساعد الإنسان على زيادة الرشاقة الصحة البدنية وإلى آخره صحيح الحج هو يعني رياضة المشي قائمة في يعني جميع مناسك الحج إن كان في حرفة إن كان في النزول إلى مزدلفة من مزدلفة إلى ميناء أثناء رمي الجمرات طواف الوداع طواف الإفاظة طواف القدوم سعي الحج كلها هذه يعني تحريك للبدن وأيضا يعني فيها من النشاط والصحة شيء كثير جميل دكتور ما هي الأمراض الأكثر شيوعا في الحج وكيف يتعامل معها الحاج جزاك الله خير طبعا يعني هذه إحصائية موجودة في وزارة الصحة وأيضا يعني كان عندنا في مدينة الملك عبد العزيز إحصائية لستة ألاف حج وهذا على مدار يمكن الدراسة على مدار ثمانية سنوات وجدنا أن رقم واحد في الأمراض التهاب الجهاز التنفسي للعلوم وسبحان الله كأن الحلق هذا هو بوابة أقدر أقول بوابة العوبئة ولذلك سبحان الله المحافظة عليه مطلب وجدنا أنه حتى أغلب الإصابات في الحج بحكم الخدمة في الحج يعني خدمنا ما يقارب 30 سنة فيه ما بين الحجاج وفي معالجة الحجيج وجدنا أن شرب الماء البارد والحاج مرتفع درجة حرارته تعرضوا للهواء البارد يجعل الحلق عرضة للتشققات وأيضاً تعرضوا للعوادم السيارات يعني بوجود عدم وجود كمام هذا يجعل هناك فيه تشققات في الحلق مما يجعله يتضاعف يبدأ فيروسي ثم بعد ذلك ينزل إلى الرئة فوجدنا أيضاً الوفيات أغلبهم في الجهاز التنفسي السفلي فكان الجهاز التنفسي العلوي الأكثر شيوعاً في الأمراض والأكثر خطورة في الوفيات الجهاز التنفسي السفلي أيضاً أمراض القلب التسلخات طبعاً على حسب المواسم يعني مواسم الشتاء لها أمراضها في الجهاز التنفسي والصيف لها يعني إصاباتها من ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري جميل طيب أشياء وسائل السلامة دكتور اللي ممكن يعملها الحاج فيما يخص هذه المشاكل وبشكل عام يعني حقيقة يعني أول وسائل السلامة ونصيحة الحجاج أنت تذهب إلى أأمن مكان على وجه الأرض فليس هناك داعي للقلق يعني العامل النفسي في البداية الحج العامل النفسي هذا مطلب ولا يعني تسمع وسائل الدعاية والإعلام وتتلقط الأخبار يمين ويسار هذا المكان هو أأمن مكان على وجه الأرض يعني هذا قدراً إضافة إلى هذه الخدمات المقدمة يعني ليست فقط البعض يظل أن وزارة الحج هي المشاركة في الحج ليست وزارة الحج وزارة الصحة الأمن العام الكشافة الجامعات كثير من القطاعات أغلب القطاعات هي مسخرة حقيقة لخدمة هذا الحج الجانب الثاني قبل الحج يعني نحن عندنا الأصحاء وعندنا المرضى الأصحاء التطعيمات والتطعيمات أصبحت يعني شبع إلزامية على الحجاج لكن نأتي إلى المرضى أنا يعني نصيحتي إلى المرضى بغض النظر عن المرض الأمراض المزمنة لا تترك علاجك في المنزل خذ علاجك بكمية كافية إلى موقع الحج والآن الحمد لله أغلب المخيمات لديها عيادة طبية وطبيب ويستطيع حتى حفظها في الدرجة الحرارة المناسبة لذلك أنا أنصح حقيقة جميع الحجاج يعني رصد ما لديهم من أمراض كتابة تقريب عن حالتهم تكون معهم إخبار طبيب المخيم بها إحضار أدويتهم بكمية كافية معهم ليأخذواها في فترة الحج طبعا يعني وسائل السلامة تتجاوز هذا إلى أنه أنا أنصح بعدم الأكل خارج المخيمات المخيمات هناك مواصفات للغذاء عندهم ورقابة عليه وهناك كميات كافية ومتوفرة من الأطعمة والأشربة فأنا أنصح بعدم يعني أخذ الغذاء من أماكن غير عاملة الجانب الثالث أثناء أداء النسك يعني الحلق الحلق قضية خطيرة يعني ولذلك وزارة الحج ووزارة البلدية والقرويات ووزارة الصحة يتابعون يعني تصاريح الحلاقين وأنه عندهم أمواس حلاقة كافية يعني في أحد السنوات أجري بحث هذا البحث يعني أعتقد أنه قبل 25 سنة أو 27 سنة أجري في جامعة الطايف على استخدام الأمواس يعني ومدى يعني إمكانية نقلها للعدوى وجد أنه 25% ملوثة وهذا يعني تسبب في جانب تطبيقي أنه ما عد فيه الأمواس اللي يعني يتغير الموس يدويا هو استخدام واحد فقط نعم ولذلك يعني السنة التي بعد ما نشر هذا البحث لأنه عملنا حقيقة مؤتمر سمينا هذا المؤتمر يعني الأمراض الأكثر شيوعا وممكن هذا من المقترحات اللي هو طب الحج والحجيش سميناه ثم بعد ذلك سمي طب الحشود جمعي كان هذه الورقة معروضة وبعدها مباشرة أصبح هناك قرار بعدم استخدام الأمواس إلا لمرة واحدة وصنعت في مصانع بحيث أنه يستخدم الموس استخداما واحد ديسبوزابل رزيس أي يرمى جميل دكتور برجاء معك الموضوع الأدوية يعني كثير من المرضى يعني هذه من حالات أنا شفتها في الحرم بعض المرضى يقول لك أنا والله في بيت الله الحرام بلد طاهر وآمن فأنا لا أحتاج إلى العلاج بالبركة تمشي الأمور وإن شاء الله الله ما رح يخيبني فدكتور هل هذا المفهوم صحيح أو خاطئ وإيش أهمية الفعل بالأسباب جزاك الله خير هذا مهم يعني يعني الحاج يعني لا يعبد الله على حرف اللي هو يأخذ يعني الله عز وجل يقوله فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاهم أن يفعل ذلك منكم إلا خزي إذا أردت أن يعني تقول يعني بالبركة أو بالتوكل لابد أن تأخذ التوكل الصحيح الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال أتوكل يا رسول الله أم أعقلها قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل خذ بالسبب حتى يكتمل عندك مفهوم التوكل لكن هذه المفاهيم وأنا أعتقد أنه هذا أيضا من يعني الحج من المنافع في الحج هو تغيير مفاهيم المسلمين الخاطئة الدين الإسلامي مكتمل والدين الإسلامي كما قال الله عز وجل اليوم وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه فهذا المفهوم الخاطئ قد يعرض المريض إلى التلف وإلى الخطر وعدم إكمال الحج نقول خذ الدواء وتوكل أعقلها وتوكل وبالتالي يعني هذا المفهوم هذا المفهوم يحتاج إلى تصحيح جميل أبو جمعك دكتور للموضوع العدوى التنفسية سواء العلوية أو السفلية إيش أهم دكتور النصايح الوقائية فيها نعم يعني من أهم الوصايا في الحلقة اللي يبقى نظيف ويبقى نظيف بعدة وسائل منها يعني استخدام الفرشة والمعجون عدم التعرض للماء البارد يعني سبحان الله نحن نرى لو يعني عندك كاس حار وأدلقت عليه ماء بارد أو كاس بارد وأدلقت عليه ماء حار يتشطب الحلق مثل الحرير إذا يعني تعرض يعني الحلق وهو حار إلى ماء بارد يحصل له بعض التشققات فالمحافظة عليه أيضا بالفيتامين سي وفيتامين سي اللي هو فيتامين جيم موجود في الحمضيات يعني ذلك نوصي الحجاج بالإكثار من الفواكه ومنها الحمضيات لأن هذه تحافظ على صحة الحلق نحن عندنا بحث لكن هذا سنذكره في الأخير أيضا هذا تحافظ على صحة الحلق أهمية لبسك كمام دكتور بالنسبة للحجاج متعلقة بالعدوى التنفسية نعم طبعا الكمامة هي وسيلة من وسائل الوقاية ويعني خاصة في مثل يعني هذه الوسائل المواسم اللي فيها دعاية على مسألة يعني وباء اللي هو جدر القروض وأيضا بقايا كورونا الإنفلونزا الموسمية فالكمامة لا شك إنها تساعد في الحد من الإصابة من انتشار الفيروسات ما بين الحجاج وإن كانت يعني الكمامة العايدية هذه أقل من اللي هي ما تسمى الناين تي فايف اللي هي يعني الثقوب حقتها لا تسمح لمرور الفيروسات لكن هذه قد تصعب على الحجاج في طوال عداء المناسك ويكتفى بال يعني الكمامة المتعارف عليها طيب السادة نتكتور فاصل قصير ونعود إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا فاخذ النصيحة من طبيب حاذقين وبأمر ربك تكشف الأدواء فاكهة وفائدة البرتقال البرتقال من فواكه فصل الشتاء وهو مصدر غني بالفايتامينات والمعادن والعناصر الغذائية وللبرتقال فوائد عديدة فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الالتهابات والسرطانات كما يحتوي على الألياف التي تساعد على خفض نسبة الكولوسترول في الدم ويعزز البرتقال من صحة القلب والأوعية الدموية لأنه غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ويساعد البرتقال على امتصاص الحديد في الجسم ومن فوائد البرتقال أيضاً الوقاية من الإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تحفز العصارة الهاضمة وتسهل عمل الأمعاء فتبارك الله أحسن الخالقين فاخذ النصيحة من طبيب حاذقين وبأمر ربك تكشف الأدواء أعودوا من جديد أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل ونذكركم أنه بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج عن طريق الأرقام التي تظهروا تباعاً على الشاشة حياك الله دكتور خالد الله يسلمك عنا أتكلم من دكتور خالد قبل الفاصل عن كل ما يتعلق برحلة الحج الصحية أهم التعليمات المتعلقة بصحة الجهاز التنفسي وبدأنا الحديث في موضوع الحلاقة وأهمية التعقيم واستخدام الموسي مرة واحدة برضو دكتور الأدوات الأخرى المستخدمة في تقصير الشعر وهو المقصات والمكينة الشيء الذي يريد أن أصلك علي دكتور وهو هل هناك تعليمات يعني لا بد الحج يكون على دراية فيها فيما يتعلق بالمقص والمكينة جزاك الله خير طبعاً الحلاقة يعني هذا نسك من مناسك الحج والرسول صلى الله عليه وسلم خص المحلقين بثلاث دعوات اللهم رحمهم المحلقين اللهم رحمهم المحلقين اللهم رحمهم المحلقين قالوا المقصرين نصر الله قالوا المقصرين طبعاً يعني يفضل أن الحاج يعني تكون معاها أدواته الخاصة به وإن كان مسألة الحلق خلاص التعليمات يعني محسومة فيما يتعلق باستخدام موس واحد الاستخدام الموسى الواحد هذا يقي بذل الله تعالى من نقل كثير من الأمراض يعني التهاب الكبدي باو جيم وعليف والإتش آي في كل حقيقة الإيدز هذه أمراض معدية خطيرة وقد تكون يعني هذا الموسى البسيط قد يكون سبب في نقل العدوى من ناحية المقص يفضل أن الحاج يكون معاها أدواته وأيضاً منها المقص لكن إذا استخدمت مع حلاق الحلاقين عندهم بروتوكول وهو تعقيم جميع الوسائل بعد كل حاج ولذلك يعني أنا أعتقد أنه الجميع يعني الحلاقين اللي هم مرخص لهم هم ملتزمين يعني بالتعليمات بهذه التعليمات طبعاً يعني للأسف أنه في بعض الحجاج يتجاوز هذا ويبدأ يعني يحلق في داخل المخيمات أي ويتبرأ ربما الحجاج فلنحذر مثل هؤلاء أنه قد يتسبب حقيقة في نقل العدوى وقد يعني يعني خيراً تفعل شرراً تلقى يعني أنت أنت بتقدم شيء تظن أنه خير ولكنه قد يكون سبب يعني في ضرار الأمراض وبالفعل نقل يعني الأمراض المعدية الخطيرة هي تكون عن طريق الحلاقة أكثر منها يعني من التقصير جميل دكتور من المشاكل التي تفضلت فيها قبل الفاصل دكتور لضربات الشمس يعني ممكن تصيب الناس في فصل الصيف وحن الآن في فصل الصيف تقريباً فإيش هم التعلمات دكتور في متعلق بضربات الشمس والإعياء المكسل هو فيه يعني ضربات الشمس والإجهاد الحراري أي طبعاً الفرق بينهم أنه ضربة الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة والإجهاد الحراري بسبب نقص السوائل والأملح واضح من التفصيل هذا أنه هذه الحرارة الوقاية خير من العلاج استخدام المظلة جيد وحقيقة أنا أرى أنه يعني كل حاج المفترض في مثل هذه المواسم خاصة في هذا الحج لهذا العام أنه تكون مظلة معه لأنه هذه وسيلة بالوسائل الوقاية خاصة أنه التنقلات في بعض الأحيان مسافات طويلة وقد تتسبب في ضربات الشمس الإجهاد الحراري يعني ربما السبب الرئيسي فيه هو نسيان الحاج من أنه يتزوج بالسوائل الكافية ويعني المفترض يعني بتقييم ليس فيه دقة لكنه عام المفترض أنه يشرب ما يقارب ثلاثة لتر يوميا مع الأملح طبعا نحن نقول ثلاثة لتر مع العصيرات لأنها غنية بالأملح فإذا استطاع أنه يتناول هذه الكمية نقول إن شاء الله تعالى أنه بعيد عن الإجهاد الحراري لكن لذا نسي نفسه ويعني قام بالنسك وفي بعض الحجاج الحجاج عنده مفهوم خاطئ يعني تجده يتعمد الصيام يعني الصيام قد يحرم على الحاج في مثل يعني يوم النحر وحتى يكره في يوم عرفة يعني وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيامه أكل وشرب فهذا يزيد عرضته للإصابة بالإجهاد الحراري فنقول في ضربات الشمس عليك بالمظلة وفي الإجهاد الحراري عليك بشرب السوائل مع العصيرات ولو دكتور أحد حس أنه بدأ يظهر عليه شوية تعب ورهاض يريح هذا يعني عليه أنه يتجه إلى العيادة الطبية أو إلى المستشفات الآن الحمد لله يعني في عندهم في مستشفات منها ما يسمى مكة مشين يعني تعرض الحاج للرذاذ وإلى الهواء البارد وبالتالي خفض درجة الحرارة قد يأتي درجة حرارة واربعين ثم بعد ذلك إذا أعرض لمثل هذا يعني تنزل إلى الدرجة الطبيعية بإذن الله وكم أنقذ بمثل هذه الآلة الآن الحمد لله وزارة الصحة استطاعت أنها تنشي غير هذا الجهاز يعني عملت أجهزة بسيطة لكنها تقوم بنفس الدور وموجودة في جميع مستشفات منها وأيضا موجودة في عرفة جميل دكتور من المشاكل التي يمكن تكون عند المرضى الحجاج مشاكل القلب ومتعلقة بالجهاز الدوري الدموي الآن دكتور لو المريض عنده مشاكل في القلب أو يعاني من مشاكل مزمنة ويحتاج مثلا أنه يكمل النسك مثلا بالعربية أو بمساعدة أحد وقال أنا بتجاهل الموضوع بكمل يعني رغبة في الأجر أكثر أكثر فأيش رسالة دكتورة تحب توصلها للمرضى التي يعاني من هذه المشاكل الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأديكم إلى التهلك من فضل الله عز وجل وزارة الصحة عندها برنامج متكامل لكل هؤلاء ويعني لديها برنامج لنقل المريض وأخذوا إلى النسك إن كانوا أصيب في يوم التروية يتم نقله وجميع الجهات المساندة نقلوا إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى ميناء ويتأكدوا من سلامته من خلال الفحوصات إن كان يعني تخطيط القلب أو أنزيمات القلب فلما هو يعني يعرض نفسه إلى ربما يعني مرض خطير أمراض القلب تعتبر من أمراض التي تحول بين الحاج وأكمال النسك ويعني الحاج في بداية النسك يقول لبيك اللهم حجا يعني منعني منع فمحلي حيث حجستني يعني المرض الخطير قد يكون سبب ومع هذا يعني وزارة الصحة تقوم بالحاج في يعني جميع النسك المتبقي عليه ويكمل حجه بإذن الله تعالى ولا بد أن يعني إذا أراد أنه هو يكمل النسك من خلال جهده الشخصي هذا يعني لا يمكن أن يقوم بإلا بوصية طبية وأشراف طبية بإشراف طبية بحيث أنه يعني الطبيب هو الذي يستطيع أن يقرر ويعينه على اتخاذ القرار في مثل هذا جميل الآن دكتور الحجاج الآن دكتور بعض الأحيان يتعرضون مثلا نبات انخفاض سكر أو انخفاض في الضغط أو لا ما أهم التعليمات دكتور مثلا في انخفاض السكر يعني هل ممكن مريض يخذ في جيب مثلا حبة تمرة أو حبتين أو عصير هو هذه يعني مريض السكر يعرف الأعراض ومنها يعني انخفاض ضغط الدم التعرق برودة الجلد فيعني المفترض أنه يكون معاه يعني إما قطعة حلوى أو تمر ويفضل أنه لما يأخذ أدوية السكر يعني لا يغفل عن الوجبات بعضهم يأخذ العدوية يعني الدواء مثلا في ميناء ويغفل عن وجبة الفطور وينتقل إلى عرفة ويحصل له الإغماء وهذه حصلت حقيقة مع حجاج كثير يعني أحد الحجاج يعني وصل نسبة السكر عنده إلى أربعين وكاد أن يغمى عليه يعني كان على وشك وما عرف لأنه انخفاض إلا يعني عرف لأنه أخذ أدوية السكر ولم يفتر فلذلك يعني المفترض أنه يوازن ما بين أخذ أدويته وما بين الوجبات وأيضا يكون معاه يعني هذه الوسائلة التي تساعد في رفع السكر سريعا مثل يعني الحلوى أو التمر يكون معاه بحيث أنه إذا احتاج يتناول مباشرة جميل من المشاكل الدكتور التي تفضلت فيها قبل الفاصل لتسلخات قد تصيب بعض الحجار ما يهم التالي من الدكتور في موضوع التسلخات بالنسبة للحجار هذه متعبة حقيقة ومزعجة للحجاج وتجعل حركتهم مؤلمة صحيح ولذلك نحن ننصح يعني الحجاج بأخذ المرطبات الطبيعية وهي موجودة يعني يأخذها ويجعل هذه المنطقة خاصة لمن يعانون من السمنة في مناطق التقاء الفخذين أنه يعني يجعلها منطقة رطبة حتى لا يحصل الاحتكاك الذي يعدي للتسلخات طبعا في بعض الأحيان قد تحصل التسلخات فتنتقل من تسلخات إلى تسلخات مصابة بالبكتيريا فهنا يحتاج إلى مراهم ليست مرطبات يحتاج إلى يعني مراهم فيها مضادات للفطريات ومضادات للبكتيريا لكن إذا استخدم المرطبات بداية يعني إن شاء الله تعالى أنه يكون يعني بعيد عن التسلخات بإذن الله تعالى جميل بالنسبة دكتور لمرضى الربو يعني مرضى الربو دكتور أثناء الحجب يعانه مثلا من انقطاع النفس من التعب إيش أهم التعليم دكتور لمريض الربو اللي بيحج السنة هذه والله مريض الربو يعني يعرف الناس بالأشياء اللي تسبب له حساسية يعني في بعض الأحيان الحساسية قد تكون من الرذاذ من عوادم السيارات وبالتالي يجب أنه ما يعرض نفسه عوادم السيارات وإن تعرض لابد أنه يأخذ الكمامة في بعضهم قد يكون التحسس من الأغذية ونوع من الأغذية والآن الحمد لله أصبحت يعني أغلب الأغذية عبارة عن بوفيه عنده مجال تنوع كبير يستطيع أنه يختار الأكل الذي لا يسبب حساسية أيضا هناك يعني العدوة الوقائية يفضل أنه يعني يأخذها قبل الحج وأيضا أثناء الحج بإذن الله تعالى جميل بالنسبة دكتور للجفاف وعدم شرب السوائل هذا دكتور ما خطورة على المريض يعني ما هي أهم التاليمات في موضوع الجفاف وشرب السوائل هذه يعني نحن ننصح أنه يشرب ما يعني ما يقارب الثلاثة لتر في اليوم الجفاف يؤدي إلى الإجهاد ولذلك البعض يجيله بعض التشنجات لقلة يعني السوائل وقلة الأملاح فتجد تجيل تشنجات في العضلات عضلة الساق وعدم القدرة للقيام باللوسك كامل التعب بعضهم يستمر التعب بعد الحج وهذه حقيقة لها علاقة بالجفاف وقلة أخذ السوائل فنحن ننصح وننصح الآن يعني زمزم مليء بالعملح وسبحان الله يعني يكاد يكون هو الوحيد الذي ليس فيه إصراف يعني وكله واشربه ولا تسربه هذا في أغلب المأكلات الواشربة إلا في زمزم يعني وصية الرسول أن تتظل من زمزم وكأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم ولذلك يعني أنا أعتبر زمزم هو هبة من الله عز وجل الحجاج ومن فضل الله كثير من الحملات تتباه بعض الحملات اللي تروا يعني عندنا زمازمة موفرينه من حجاج أول ما يدخل يجربوه زمزم وإذا أراد اللي يتزود من زمزم هو موجود فزمزم يعتبر حقيقة وسيلة وقائية للجهاد الحرالي للجفاف زمزم يعني للوقاية ووجدت يعني عمل بحث ما بين جامعة طيبة وجامعة السوهاج في مصر أجري على يعني في إيران التجارب ووضعت ثلاثة فئات فئة تأخذ الماء المقطر وفئة الصنبور وفئة تأخذ زمزم وجدوا أن التي أخذت ماء زمزم أنه يعني وظائف الكلا عندها صحيحة وسليمة وجدوا أنها يعني قللت الكوليسترول نزلت الدهون الثلاثية نزلت اليوريك أسيد اليوريا رفعت المناعة بخلاف التي أخذت من الصنبور والماء المقطر طبعا الآن الحمد لله زمزم هناك مختبر يختبر كل عينة تخرج من زمزم يعني الحمد لله الآن يعني مختبر في اللي هو مشروع الملك عبد الله لثقاية الحاج اختباره وهو يعني آمن بذل الله تعالى وتم أيضا في جامعة الصهاج اختبار ما زمزم نقاوته بالنسبة للفطريات والبكتيريا فوجد أنه آمن ولم يعني تخرج أي مزرعة يعني من البكتيريا أو الفطريات جميل طيب دكتور من ناحية عملكم وخبراتكم دكتور والتجربتكم في الحج الآن دكتور العسل وحبة البركة إيش تأثير دكتور هل لها فائدة وقائية للحجاج جميل يعني هذا سؤال جزاك الله خير يا عبد الله يعني هذا الموضوع اشتغلنا عليه عقود من الزمن وفرصة حقيقة أنه ننقل هذه الفائدة لجميع الحجاج أولا العسل ما يحتاج أنه زكي يكفي قول الله عز وجل فيه شفاء للناس الحبة السوداء ما يحتاج والله أنا زكيها لأنه فيها حديث حوالي ثلاثين حديث صحيح عن الحبة السوداء في الحبة السوداء شفاء من كل داء الشيء اللي احنا عملنا جمعنا ما بين العسل وما بين الحبة السوداء لكن لا بد ننبه العسل أنواع ولا بد أن يكون ذا جودة ليس مغشوش وأغلب اللي موجود الآن الحمد لله في السوبر ماركتات وهذا تحت رعاية وزارة التجارة والبلدية وزارة الصحة يعني مختوم بجودتي والحبة السوداء كذلك كنا يعني نجمع بينهم أربع قرام أنا أريد الآن وحدد الكم الجرعة اللي هي احنا استخدمناها وعملنا عليها أبحث أربع قرام من العسل نقدر نقول أربع كيلو من العسل في الكمية الكبيرة وكيلو من الحبة السوداء المطحونة ولا تكون مطحونة الفترة طويلة لأنه فيها زيوت طيارة لا نريد أنها تذهب نريد أنها تدخل داخل العسل لأنه هي فيها مادة النجليون والثايموكوينون وهذه مواد لها أثر على البكتيريا والفيوروسات فنريد أنها تبقى داخل العسل بعد ذلك يأخذ من هذا الخليط ملعقة صغيرة الملعقة الصغيرة وزدناها ووجدناها 5 جرام ملعقة شاهية ملعقة شاهية صغيرة كل 12 ساعة وقرام حبة سودة صار كل 24 ساعة 8 جرام عسل وقرامين حبة سودة الأبحاث التي جريت في الحبة سودة وجدوا أنه أفضل جرعة هي قرامين في التخطة خلال 24 ساعة أنا أفضل أنه يبدعها قبل يوم التروية وهذا يستطيع أن يحضرها في المنزل ويحفظها يستخدمها قبل يوم التروية يستخدمها يوم التروية في الصباح في المساء يوم عرفة في الصباح في المساء أو الأيام التشريق استخدمناها سنين طويلة كنا قبل أن نستخدمها يعني نسقط سرعة بسبب الإنفلوزة 10 أيام بعد الحج 15 يوم عندما استخدمناها من فضل الله أنا أتكلم تجربة شخصية وبحث استخدمتها خلال 25 سنة كنت أخرج من الحج من غير الفلاوزة في البحث وجدنا أنها فعالة وأيضاً ترفع المناعة وهناك بحاث العسل مئات الأبحاث الحب السودة أكثر من ألف بحث تثبت أن الحب السودة ترفع المناعة العسل يرفع المناعة طبعاً الكميات هذه تعتبر صغيرة ما يجي واحد ويقول طيب مريض السكر هذه كميات قليلة وعندما تستخدمها تستخدمها لفترة بسيطة إضافة إلى هذا أن الحب السودة ثابت علمياً أنها تخفض السكر فبالتالي إن كان أنت خايف أن العسل يرفع السكر ترى الحب السودة تخفض السكر تعادل الموضوع تعادل هذا الموضوع وبالتالي استخدامها وقائياً ولذلك الوقاية درها موقاية خير ومن خلطار علاج وحاجة متوفرة هذه موجودة عندك في البيت صحيح وإذا أخذتها إن شاء الله إنها ما ضرك رح تنفعك وإحنا استخدمناها واجرينا عليها بحوث وإن شاء الله مستقبل أن نتمنى أنها تكون منتج وقفي يخدم الحجات بالذل الله تعالى لا تحضروا بالبيت سيحضر لك وتكون ضمن الحقيبة التي تأخذها لكن ننصح أن لا تحمل الحقيبة المضادة الحيون لأنه لا يجدي مع الفيروسات وقد يكون هذا استخدام خاطئ للدواء دكتور لم يعد معنا وقت كثير لكن أختم معك دكتور بسؤالين السؤال الأول نبقى دكتور تلخصنا للجرعة بشكل مبسط وبشيء كذا مقياسي للناس دكتور قلت أربع جرام للحبة البركة أربع جرام من العسل من العسل الأربع جرام دكتور تعادل مثلا نص من العقة شاهي أو لو جمعنا ما بين الحبة السودة والعسل الملعقة الصغيرة أيه الملعقة الصغيرة هذه تعادل خمسة جرام أربع جرام منها عسل و جرام حبة السودة مطحونة أصبحت كلها خمسة جرام هذه يأخذها كل 12 ساعة يأخذ خمسة جرام في الصباح تساعد إلى أن يأتي المساء ثم يأخذها في المساء فتساعد إلى الصباح لأنها ترفع المناع وبالتالي حتى أخذها هي عملية تطهير للحلق لأننا قلنا أن الحلق هذا هو بوابة العوبئة فمحافظتنا على هذه البوابة أن تكون نظيفة إن شاء الله تعالى أنه قد تقينا من جدر القرود وغير القرود بذل الله تعالى بإذن الله سؤال أخير دكتور سوف نختم في الحلقة حدثنا دكتور بشكل سريع جدا يعني خلال 20 أو 40 ثانية عن أهم المميزات التي يتميز بها ماء زمزم ماء زمزم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم طعام وطعم وشفاء وصطم مما يميز ماء زمزم أنه فيه أربعة معادر رئيسية الكالسيوم والماغنيزيوم والسوديوم والكلورايد جميل وفيه تريس إليمنت تريس إليمنت اللي هي المعادن الناجرة وغير كذا ماء زمزم قلوي والماء القلوي يساعد البدن ويرفع المناعة ويعتبر أنتيوكسيدنت يعني مضاد للأكسيدنت وهذا ما يميز ماء زمزم إنه قلوي يعني البيئتش حقته العسل هيدروجيني ثمانية فأكثر أنا حقيقة يعني كنت في مكتبة في مرانسا فرنسا المكتبة الوطنية وكان فيه ممكن أربع مجلدات تتكلم على الماء وحطين الماء القلوي في العالم ويعتبر أفضل أنواع الماء جايبين اللي والأيفيان جبال الألب محددينه ومحددين نهر النيل وأيضا واضعين دائرة على منطقة مكة اللي هو ماء زمزم ولذلك يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ماء وجد على وجه الأرض هذا التزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل ماء وجد على وجه الأرض فهنيئا للحجاج بهذا الماء وهنيئا لنا أن ماء زمزم يعني بين أظهرنا الحمد لله الحمد لله لزاك الله خير دكتور كتب الله أجرك صراحة كانت حلقة رائعة ومميزة وما أسعى في الوقت لنغطي كل محاور لكن إن شاء الله فيها الخير والبركة لتكلم فيها بإذن الله تعالى الله يبارك فيك ومجزاكم الله خير شكرا لك يا أخي عبد الله الله يذكره الدكتور عزيزي المشاهدين وصلنا معاياكم إلى ختم حلقتنا لهذه الليلة انتظروا الأسبوع القادم في تمام الساعة الحاجة عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلكم والحين نستدعوكم الله لذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن البناء طهارة وزكاء ولكل إداء في الحياة دواء فاسأل طبيبك ما الدواء من علته والقلب يملأه رضا ورجاءه واجعر لربك بالدعاء فعنده